أخواتي إخوتي أبناء تونس الحبيبة مرة أخرى القضاء الإداري يكون في موعد مع التاريخ وينتصر للحق ويكون كيف عادته ضمانة كبيرة لدورة القانون والمؤسسات ونقولها بكل امتنان وتقدير يحق لكل التوانسة أنهم يفتخروا به قرار المحكمة الإدارية اليوم قرار تاريخي لأنه مش فقط يرجع الحق لأصحابه وإنما أيضا يلزم ويجبر هيئة الانتخابات على تطبيق قرار الجلسة العامة القضائية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يحذر ويدق نقوس الخطر من أنه عدم تطبيق قرارات الجلسة العامة قد ينصف كل المسار الانتخابي ويؤدي به للبطلان أنا من دوري هنا أني نحذر كل الأطراف وكل المؤسسات الدستورية والسيادية في البلاد أنه لا صلاحية لهذه الأيئة في رفض قرار أعلى سلطة قضائية مؤتمنة على المسار الانتخابي ولو لم تكن كذلك لما كانت الهيئة مجبرة كل مرة بعد استفاة مرحلة من مراحل المسار الانتخابي على فتح باب التعون أمام المحكمة الإدارية بدءا بضبط قائمة الناخبين مرورا بالترشحات وانتهاء بالنتائج كما نحب ننبه أن مواصلة هذه الهيئة في سلوكها المارق عن القانون وفي ارتكاب جريمة يمكن أن تصنف على أنها جريمة تبديل هيئة الدولة قد يؤدي إلى إسقاط هذا المسار الانتخابي عاجلا أم آجلا بفعل التعون الانتخابية وعدم تطبيق قرارات أعلى سلطة قضائية في البلاد وهو ما يفتح لا سمح الله باب الذهاب المجهول وفرضية فراغ دستوري أو تنازع سلطات مثل ما تعيشه بلدان بعض البلدان الشقيقة والصديقة والتي يجب أن نتعذى من تجربتها أختي أخواتي أبناء تونس الحبيبة تونس ولادة وكيف ما شفتوا عمري ميقست من دولتنا ومن قضائنا ومن إعلامنا ومن إدارتنا ومن مؤسساتنا السيادية لأن دولة هذه خدمتها وخبرتها ونعرف اللي فيها ناس أفاضل اللي هما عرص البلاد ما يخليهاش يطيح وإلا تتزعزع ولا تزعزحها ريح العبث والرداءة والعجز والفشل وعمري ما يأيست من رجال ونساء تونس وشبابها اللي ما يسلموش في بلادهم وقت اللي تكون في أشد الحاجة لهم الحمد لله كل يوم يزيد يأكد أن ديناميكية التغيير انطلقت ولا يمكن إيقافها ومنظومة العجز والفشل خرجت من قلوب التوانسة وخرجت عن القانون وستخرج بحول الله بالإرادة الشعبية اللي تعبر عليها انتخابات حرة ونازيها أنا اليوم أمام كل التونسيين نصرح من جديد أني متراشح للانتخابات الرئاسية متراشح مدعم بسيادة القانون وبتعاطف رائع من التونسيين ومن التونسيات كل يوم يزيد يكبر وبقوة أمل في التغيير اللي هبت نسماتها الزكية على البلاد اليوم تونس تعيش لحظة تاريخية فارقة نحب نتواجه من خلالها للتونسيات والتونسيين مهما اختلفت توجهاتهم ونقولونهم بقوة الواثق في الله وفي انتصار خيار الإصلاح والإنقاذ التحق بينا كونوا أسياد في وطنكم وطرف فاعل ومحدد في تقرير مصيركم شاركونا في ملحمة التخلص من منظومة الهدم والعجز والفشل وكونوا معنا بحول الله عزمين باش ردوا تونس بخير في عامين اليوم إنقاذ وغدا إصلاح وربي يحفظ بلادنا ترجمة نانسي قنقر